السلام عليكم ورحمة الله أنا تعلم مع بعض قراءة سورة البلد بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد هنا ده مد جائز منفصل لا أقسم بمد أربع أو خمس حركات أقسم حرف القاف مقلقل ليه عشان هو ساكن وحرف الميم هنا مضموم فضمه كويس أقسم بهذا كلها حرف مراققة وحرف الزال بخرج فيه طرف اللسان عشان ده من حرفين لسوية بهذا البلد وأفبق القلط الدال أقول الآية على بعض لا أقسم بهذا البلد وأنت حلم بهذا البلد وأنت ده هنا فيها إخفاء شفوي وأنت حلم بهذا هنا فيها إقلاب لقد خلقنا الإنسان فيك بده لقد حرف اللام هنا مراقق ما أقولش الله لقد لا أقول لا لقد لقد وقلق الحرف الدال لقد خلقنا حرف الخوف مفخم وحرف اللام مراقق فأنا أخلي بالي عشان ما فخمش اللام كمان مع الخاء أقول خالا لا أقول خالا خلقنا وحرف القف حرف القف هنا مقلق خلقنا كانها اللام ده إضغام بس من غير غنة برضو النون التانية هتتشال وحطة مكانها الياء بس هنا بقى بغنة اللي يقدر قلق الحرف القف والرأ الرأ مفخم عشان مفتوحة يقدر عليه أحد برضو هقف بقلقلة الدال يقول أهلكت ما للبدا يقول هنا كلها حروف مراققة معادي حرف القف وحرف الواو هنا ده مادة طبيعية يقول أهلكت حرف الهاء برضو من حروف الهامس أهلك أهلكت حرف الكاف برضو من حروف الهامس ما للبدا برضو التنوين وجاي وراء لام هيبقى إضغام بس من غير غنة أيحسبوا اللام يره أحد أيحسبوا حرف الحاء برضو من حروف الهامس أيحسبوا اللام برضو هشيل النون وحط مكانها اللام بس من غير غنة إضغام من غير غنة اللام يره الواو اللي هي الصغيرة اللي عليها الموجة دي همدها أربع أو خمس حركات دي صلة كبرى اللي هي ورا حرف الهاء على طول ألم نتجعل له عينين ألم بس أدي التواصل تعلمين ألم وكلها حرف مراققة نتجعل له اللام واللام هتغمهم في بعض هقولها لام واحدة بس مشتدة ألم نتجعل له عينين وليسانا وشفتين وليسانا هنا برضو تنون وجاي ورووا اضغام بس بغنة وهديناه النجدين وهديناه النجدين دين النون هنا غنة بمقدار حركتين والجيم عقلقل فلق تحمل عقبه فلق الألف اللي بعد كلمة فلا دي الألف دي ساقط اسمها همزة وصلة ساقط اللي عليها الصوت الصغيرة دي يعني وانا في وسط الكلام أنا هسقطها كأنها مش موجودة وهخش على طول على الحرف القف أقول فلق وقلق الحرف القف فلق تحمل ما أقولش شكرا